كيف هذه السياسية؟ ألم تأتي هذه القوى من الأشقة من أجل مساعدة الشعب اليمني وعودة الشرعية؟ لمساعدتنا في عودة الشرعية؟ ما الذي الآن يعيج الشرعية وعودة موساتها؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا المنطق؟ ما هذه السياسة؟ فلماذا أتوا إلى اليمن؟ من أجل ماذا؟ سؤال أطلقه نائب رئيس مجلس النواب ومن قبله وبعده ظل السؤال يجول في أذهان اليمنيين كيف تحول التحالف عن دوره وأصبح معيقا لعودة الشرعية واستعادة الدولة؟ في اللحظة التي تعيش القيادة السياسية في سواتها القهري في الرياض تتوجه الآمال نحو خطوة أرجأها البرلمان كثيرا لكنه هو الآخر لا يزال يبحث عن موضع قدم لجلساته بعد أن حال المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظابي دون انعقاد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن مرحلة طويلة من التحديات والصراعات والتأجيلات تبرز فيها أهمية حضور الدولة ودور البرلمان كمؤسسة دستورية تمثل صوت الناس وتخفت بمقابلة الآمال بإمكانية مساءلة الشرعية ومخاطبة التحالف عن مصير بلد يوشك على التلاشي فاستمرار تآكل سلطة الحكومة الشرعية وفقدانها السيطرة على المناطق المحررة يبعث الكثير من المخاوف الميليشيات المدعومة من الإمارات والسعودية وخصوصا في المهرة وشبوة وسقطرة وحضر موت باتت تشكل خطرا لا يقل عن خطر ميليشيا الحوثي لسيما وأنها باتت اليوم تعبث في مناطق ضلت بمنأة عن عنف ميليشيا الحوثي تكثف طهران تواجدها وتتسع دائرة خطرها لتلتهم الخليج المشغول بخلافاته البينية وتعزز من الدور العسكري لأتباعها في اليمن فيما تذهب الرياض وأبوظبي في سباق سيطرة عسكرية على المناطق الآمنة وإنشاء أحزمة أمنية باتت تشكل خطرا على الشرعية وتضع هذه المناطق في خطوط العنف لتكتمل دائرة الخطر المحيطة باليمنيين يمتلك البرلمان ورقة المساءلة والمحاسبة ويرى الكثير من المراقبين أن بوسع البرلمان تجاوز النقطة الحرجة والحيلولة دون انهيار القضية اليمنية المتمثلة في استعادة الدولة نتيجة تراخي دور الشرعية وانصراف المسؤولين لرعاية مصالحهم الخاصة وتذكير التحالف بدوره وأسباب تدخوله في اليمن نهيك عن استحضار مهددات المنطقة الخليجية أبرزها بقاء اليمن دون تحرير فهل ينتصر البرلمان للحظة التاريخية الحرجة أم سيتحول هو الآخر لإخداء ساحات الاستقطاب وأدوات الصراع الإماراتي السعودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر